مرحبا بكم في فيديو جديد تعتبر المرأة السيجما واحدة من أكثر الشخصيات تميزا بين النساء حيث تجمع بين القوة والمرونة والغموض وتمتلك هذه المرأة صفات تجعلها محطة إعجاب وتقدير ليس فقط بسبب استقلاليتها وطموحها بل أيضا بسبب قدرتها على التواصل وبناء علاقات عميقة مع الآخرين كما أن ذكاءها العاطفي وثقتها العالية بنفسها بالإضافة إلى هموضها يجعلها شخصية فريدة تستحق الاستكشاف في هذا الفيديو سوف نتكلم عن هذه الصفات بالتفصيل وكيف تجعل من المرأة السيجما مع شوقة الرجال وأندر امرأة في المجتمع تابعوا معي هذا الفيديو إلى الأخير ولا تنسوا دعمنا باشتراك وتفعيل جرس تنبيهات حتى يصلكم كل جديد والآن دعونا نبدأ لا يمكن أن نتحدث عن صفات المرأة السيجما دون أن نتحدث عن الاستقلالية التعتبر الاستقلالية أحد أبرز صمات المرأة السيجما التفضل الاعتماد على نفسها في اتخاذ القرارات وتنظيم حياتها كما أن هذه الشخصية لا تنتظر المساعدة من الآخرين بل تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها بمفردها مما يعزز من شعورها بالقوة والثقة هذه الاستقلالية تمنحها جاذبية خاصة حيات ينظر إليها الآخرون كمرأة قادرة على مواجهة تحديات بثبات وإصرار بالتالي تبرز في عيونهم كرمز للقدرة والطموح مما يزيد من اهتمامهم بها ويرسخ مكانتها كشخصية فريدة وقوية الصفة الثانية من الصفات التي تتميز بها شخصية المرأة السيجما هي الدكاء العاطفي تتميز المرأة السيجما بدكاء عاطفي فائق يمكنها من فهم مشاعرها ومشاعر الآخرين بعمق هذه القدرة تتيح لها قراءة الإشارات العاطفية واستعاب التفاعلات الاجتماعية بشكل فعال مما يجعل تواصلها مع الآخرين سالسا وبرناء بفضل هذا الدكاء العاطفي تستطيع المرأة السيجما إنشاء علاقات عميقة ومستدامة حيث تظهر التعاطف والدعم لمن حولها هذه السيمة تعزز من جاذبية المرأة السيجما حيث يشعر الآخرون بالراحة والثقة في التفاعل معها مما يجعلها مركز اهتمام وتقدير الصفة الثالثة التي تتميز بها المرأة السيجما هي الغموط تحمل المرأة السيجما هالة من الغموط التي تضفي عليها جاذبية خاصة وتتير اهتمام الآخرين فهي لا تكشف عن جميع جوانب شخصيتها بسهولة مما يجعلها تبدو غامضة وصعبة المنال فهذا الغموط يشجع الآخرين على استكشاف أعماق شخصيتها مما يزيد من فضولهم ورغبتهم في التعرف عليها بشكل أفضل هذا العنصر من الغموط يخلق جوا من التوتر الإيجابي في العلاقات حيث يسعى الآخرون لكشف الأسرار والكنوز المدفونة داخلها مما يعزز من جاذبيتها ويجعلها شخصية فريدة ومميزة في عيون من حولها الصفة الرابعة هي القدرة على التكيف تتمتع المرأة السيغما بقدرة استثنائية على التكيف مع مختلف الظروف التي تواجهها في حياتها الشخصية والمهانية فهذه المرونة تجعلها قادرة على مواجهة التحديات والتغيرات بسلاسة وطقة مما يعكس قوة شخصيتها فعندما تواجه صعوبات لا تتردد في تعديل استراتيجيتها أو إعادة تقييم خياراتها مما يزيد من جاذبيتها ويعزز من احترام الآخرين لها تعطي هذه السيما انطباعا بأنها ليست فقط مرنة بل أيضا قادرة على تجاوز العقبات مما يجعلها نموذجا يحتذى به ويدفع الآخرين للارتباط بها والإعجاب بها الصفة الخامسة التي تتميز بها المرأة السيغما هي الطموح بحيث تسعى المرأة السيغما باستمرار لتحقيق أهدافها وأحلامها حيث تمتلك رؤية واضحة لمستقبلها تمنحها الدافع والإلهام هذا الطموح ليس مجرد أمنيات بل يتجسد في خطة عمل مدروسة وتصميم قوي على النجاح يلعكس هذا السعي الذؤوب على شخصيتها مما يجعلها نموذجا يحتذى به للآخرين حيث يراها الكثيرون مثالا للقوة والإرادة يتير هذا الطموح الإعجاب والتقدير مما يؤزز من جاذبيتها ويجعلها محطة أنظار من يسعون للتقدم في حياتها لأنها تبرهن على العمل الجاد والطموح الذي يمكن أن يؤذي إلى تحقيق النجاحات العظيمة الصفة السادسة وهي أهم صفة تتميز بها المرأة السيغما هي الثقة بالنفس بحيث تتمتع المرأة السيغما بثقة نفس عالية وهو ما ينعكس بشكل واضح على تصرفاتها كلماتها فهذه الثقة تمنحها الجرأة على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات دون تردد مما يجعلها تبدو قوية ومتفائلة في جميع المواقف تعزز هذه الصفة من قدرتها على التحمل والصمود أمام الصعوبات حيث لا تتراجع بسهولة بل تسعى لتجاوز العقبات بشكل شجاع كما أن الشعور بالثقة بالنفس لا يقتصر فقط عليها بل ينعكس أيضا على من حولها حيث يشعر الآخرون بالإطمئنان والإحترام تجاهها مما يزيد من جاذبيتها ويجعلها شخصية محورية في أي مجتمع تتوجد فيه وفي الختام يجدر الإشارة إلى أن المرأة السيغما تجسد القوة والغموط والقدرة على تحقيق الدات إذ أنها ليست مجرد ما شوق للرجال بل نموذج يحتدى به في مجالات عديدة فبفضل استقلالياتها وطموحها تظل دائما في مقدمة اهتمام الآخرين مما يجعلها شخصية فاردة ومميزة في المجتمع إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى دعمكم لنا باشتراك ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وأنا ألقاكم بفيديو قادم